بعدها بقى امعلم في الفين ستاشر طلعت على ما تهزرش هو انا بهزر عشان انا فشلت هناك صراحة ايه ده لا استنى دي خاصة اول مرة في حيات السبعة دي ده كان حياتي يابلي ده كنت ما تتفرج عليه اخسر من لبس ساعات والناس اللي بتاعي يغنوا ويدوس على ايه 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 خلاص ايه ده ايه اللي عصر طلعت بص بصراحة كنت يعني كنت في الفين ستاشر او كنت صغير برضو مش كبير او كنت منسبة لي بقى نشتة سافر كتير وبتاع في كان بيروت كنت اول مرة روح لابنان بقى فالبطولة اللي فاتت دي كانت في قطر في الدوحة اللي فاتت لها الفين وخمساش اه البطولة اللي اخذت فيها اه انا تلات سفر بقى كده كنت قريدي قبل كنت بروح يو كاي ورحت دبي رحت الامارات فقلت لأ يلا تعرض علي الصراحة وبعدين فقالبس جد تاني انت الموضوع متقسم تلات اه انواع يعني فيه اوديشنز في ان انت بتطلب على طول انا طلبت على طول مع ناس يعني كنت ساعتها بص انا بتكاسف الموضوع ده بس انا مش هكاسف يعني عادي بقى خلاص قديم يا جماعة بص بجد بجد يعني انا عايزك طبعا مرتاح فانو انت مش مرتاح لا 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 عادي بالعكس يعني هو موضوع بص لو كتبته على سوشيال ميديا على اليوتيوب اتفرح بص وحنا طلعنا كنا عاملين زي شو بتاع بوركورو دانسين كده معنا اتنين بي بويز واحنا كنا اربعة يعني ايه بي بوي اللي هو البريك دانس يعني اللي بلعب بريك دانس اقر علي بي بوي ولو بنت بي جيرل المهم يعني كنا معنا اتنين لعيبت او بريك دانس وانا واحد تاني كنا لعيبت باركور ماشي وعملنا شو بس للاسف هو كان بسوبر هيرو كاستمز ما تحظر الله يعني بص كانت والله كانت حلوة يعني فكرة حلوة اويل حد لبقى والله بص وكان في حد اللي كنت عادة بقولك زغير فكان في حد اللي مليد الدنيا فهو هبت منه الفكرة دي كنت لابسين بقى سبايدر مان انا كنت لابس سوبر مان اقولك على حاجة بص بقى بص الانيال يعني انا انا اتلعت جالي الاول انا بقى بقى سبايدر مان فكانت شو مريحني فبدلت فكرة بقى في ايه بص بقى الفضيحة ان انا كل اللي معايا كان كابتن امريكا باتمان سبايدر مان وانا سوبر مان كنا اربعة التلاتة ليهم ماسك انا الوحيد اللي مليش ماسك فكلهم محدش عارفهم انا لغاية دلوقتي لما يعني لغاية دلوقتي في ناس ممكن تعمل لي منشن في الفيديو ده الفيديو ده فيرل بطريقة نزل على اللي هو جوت تالنت جلوبل عارفوا اه طبعا اللي هو بيجيبوا لك من جميع انحاء العالم الناس بقى تعمل لي منشن تلاقي فيديو جاب خمسين مليون حرفيا والله حاجة وعشرين مليون ايه مو قبل انت ده يا اوه يا كده عملنا شو بص فشلنا الصراحة من ناحية ايه يعني الشوت عمل حلو بس اوور اول ما كانش حلو يعني اصدق ايه يعني كان ايه اللي كان ممكن يتغير فيه بقى احسن انا انا جزء بتاع باركورا عملته ماشي بس في بقى يعني عارف اللي هو تفاصيل كده اللي هو يعني حسيت ان الموضوع مش يعني مش يعني لو انا هتفرع عليه دلوقتي لا انا هسف فشخ بقى سفت على نفسي فاهم حاجة فتفهمش ايه اللي تخبرة بقى مش عارف ايه وساعتها صراحة الناس احترامتني يعني فيه اتنين ادونا باز اللي هو اللحمر ده فاهمني يعني ما اوقفناش يعني فيه التلاتة باز ده اللي انت توقف اللي احنا كملنا الشو بتاعنا وقالوا لنا يعني ايه فايدة اللي انتو يعني ايه فكرة منه وبتاعه تكلمنا دي ريشبكت واحنا خلاص تمام وخلصنا وكانت تجربة زي الزفت وتصف علىها كتير قوي تصف علىها كتير قوي انا جزء صف علىها كتير يعني مهم بس ايش طيب تلات بقى عملت فيديو كده وتكلمت وفاهمت وجهة نظر للناس وان دينا كانت تمام نحدي بقى النقطة دي بس بعد كده ايش طب تقدر تمورنا اكتر 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 اكتر. كلام دي خلصنا الفين خمس ستاسر البطولة الفين ستاسر. بالزبط. هم. دينا ابتدت التطور معي قوي. الحمد لله. تديد بقى ايه يعني الاقي فيه بيجولي طبعا عنديش كتير بس. معنى معنى اربعين الف يعني حلو فشق. ايه. 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 يعني بس عشان متعودين على المليون والاتنين مليون. ايه يعني. اربعين الف انت مشكف فيهم في يعني. ايه. في جراج. اربعين الف درخم. ايه. ما بقول انا طوله عمري الصراحة يعني انا اجاي لك برضو في الكلام اللي هو ايه? ده مش هدفي. يعني مش هدف ان انا يبقى عندي بقى ارقام خالص انا مش مهتم. انا بحب اللي انا بعمله وبقدمه. اللي عاجبه يعني قصلي اللي هو ايه? فيه ناس بتحيبها الحاجات دي? فيه ناس ممكن ما تعمليش فولو متحيبش التفرج على الحاجات دي تحب. It's up to you. فهم اللي هو يعني. I have no problem بجد. فهمني?